حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيشبه المسلمين في إدارة الأزمات بإيه؟ بيشبه المسلمين في إدارة الأزمات بالجسد بالجسد الواحد الجسد الواحد هو عمل تلات كلمات مفتاحية لقضية ماذا؟ لقضية إدارة الأزمة التواد، التراحم التعاطف يبقى التواد والتراحم والتعاطف وطبعا كل كلمة لها تأثير في الرؤية الذي عند المسلم في التعامل مع الأزمة وخاصة في الوقت اللي احنا فيه يعني يمكن ان انت تخليهم التواد والتراحم والتعاطف دي ثلاث أحوال ويمكن تخليهم ثلاث عناصر بتمتزج عشان تطلع الحل في كل أزمة كل كلمة من الكلمات التلاتة دي كانت المعاني واضحة فيها وان كانت قريبة ولكنها بتأدي دور في الخروج من الأزمة والوصول إلى الفرج اللي هو بيساوي العافية والشفاء لما الجسد بيمرض يبقى في فرق ما بين كل معنى من معاني الكلمات دي وانا بيعجبني الفوارق اللي ذكرها حافظ ابن حجر في شرحه لحديث البخاري فيقول سيدنا الإمام الحافظ ابن حجر التواد المراد به التواصل الجالب للمحبة كالتزاور والتهادي يبقى أول حاجة قال إيه في توادهم فقال التوادل ده هو التواصل الجالب لإيه للمحبة للمحبة والتراحم المراد به أن يرحم بعضهم بعضا بإخوة الإيمان لا بسبب شيء آخر يبقى إيه اللي حاصل أيرحموا بعض بسبب أخوة الإيمان والتعاطف إعانته بعضهم بعضا كما يعطف السوب عليه ليقويه يبقى إيه اللي حاصل وكأن المواد ده والرحمة والتعاطف كأن التواد التواد والتراحم والتعاطف بيتحول إلى إجراءات يعني لو حطينا الاتنين أي وصلنا الإجراء والتعاطف وإن كانت المواد ده والرحمة مش هتحصل بمجرد تحرك مشاعر القلب وإنما بيتنم الخير مع الشعور الصادق بما يعاني إخواننا في الوقت اللي احنا فيه ييجي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ويبين المعنى بيانا شافيا فيقول لنا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ويبين حضرة النبي صلى الله عليه وسلم إن الإيمان متوقف عن محبة فقال لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إن فعلتموا وتحاببتم أفشوا السلام بينكم وكأن المقاصد الشرعية المهمة هو تحقق المحبة الحقيقية بين المسلمين بس تعالوا نقول حاجة مهمة جدا في السياق اللي احنا فيه ده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمنين في توادهم وترحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد دي بالسهر والحم احنا عايزين نقول إن ده بيأكد على حاجات مهمة جدا زي ما اتكلمنا مرة قبل كده في نموذج السفينة إن كل عضو له وظيفة فلازم كل واحد فينا يقوم بوظيفته عشان يقدر يساعد الجسد يساعد العضو الذي فيه أذى ألا يسداد الأذى الذي فيه ولذلك ما ينفعش إن انت تعتبر نفسك عضو وأنت ليست لك دور ليس لك شيء تعيشه على أن الله قد أقامك فيه ساعتها تكون انت أين بدورك ولما ننتقل للكلام عن المواد ده والرحمة والعطف عنا أجد إن التلات معاني دورها مش هيخرجنا إلا قلب سليم مليء بالإيمان أما والعياذ بالله القلوب القاسية زي قلوب شراكاء الشيطان اللي احنا شايفينهم بيقتلوا في أصحاب الحقوق وبيقتلوا في المستضعفين وخاصة يستهدفوا الأطفال والنساء وكبار السن اللي ربنا سبحانه وتعالى للأسف جعل قلوبهم هذه القلوب الذي جعلوها قاسية ونزعوا من قلوبهم الرحمة الذي أودع الله في الإنسان وعندهم حب لذوتهم ويجعلوا الإنسان عبارة عن طبقات ويجعلوا الإنسان هناك إنسان لا يستحق الحياة فكانت القسوة هي المعنى الأساسي لقلوبهم ودول الألع عنهم ربنا سبحانه وتعالى ثم قسط قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة أو أشد قسوة هم دول الناس دول ولذلك إحنا وبنتكلم عنهم لازم يكون فهمين إن قلوب دول أشد قسوة وغلظة من الأحجار حجار دي ممكن تكون نافعة ممكن تتحط في مسجد ممكن تتحط في بناء الحجر نفسه ممكن يتفجر منه الماء الحجر ده ممكن يكون الإنسان يستفيد به بس قلوبهم دي ولهذا بالله تفسد وتسفك الدماء وعشان كده تشبيههم تشبيه قسوة قلوبهم قسوة طبعهم بهذا التشبيه كان معبرا إنهم قلوبهم أشد قسوة من الحجارة في ظل الكلام عن المودة والرحمة والتعاطف التواد والتراحم والتعاطف لأن دي معناه إن ربنا نزع الرحمة من قلوبه ودي دلالة في قمة الخطورة على قلب الإنسان فضلا إن هو يكون مسلم إحنا شايفين بشكل صحيح إيه اللي بيحصل العربي لما جيه على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقبل سيدنا الحسين فقال للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول للنبي شوف الجرأ وقسوة القلب بيقول له تقبلونا الصبيان فما نقبلهم فقال صلى الله عليه وآله وسلم أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك إيه اللي حصل بيقول له طب نعمل إيه إذا كان ماذا أفعل لك إذا كان الله سبحانه وتعالى قد نزع الرحمة من قلبك ويجي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم عشان يقول للأمة أو أتكون كهؤلاء لاحظوا أن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم طول الوقت بيحذرنا أن إحنا لأن فيه ناس كتيرة بتمشي وراء أنا خير منه وتمشي وراء أنه هو العبد المختار وعشان كده يبقى هو صح بالنقاء الجنسي أو أتعمل كده لأنه إنت لو عشت في فكرة النقاء الجنسي إيه اللي هيحصل؟ لا يمكن تعتبر الإنسانية دات شكل لا يمكن تعتبر إيشة مع البن قدمين دات أنه إنتو كالجسد الواحد مش ممكن مش ممكن تعتبر الجسد باقي البشر جسد معاك يبقى إيه اللي حاصل؟ لا ده شوف كده كالجسد الواحد حتى أصبح من أشهر أسماء اللي إحنا ممكن نستخدمها أسماء المسلمين أمة الجسد الواحد وتجلت أمة الجسد الواحد في العديد من المواقف المشرفة أنه بتكتمع فيها الأمة وتتحد علشان تواجه أعداءها وأعداء الله أعداء القيم وأعداء الأخلاق وحادث النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن وللمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وكأن حادث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن إحنا لما منكون كالجسد الواحد نبقى كإننا أصبحنا بنيان ليه؟ إيه العلاقة ما بين كالبنيان وكالجسد الواحد قال له العلاقة واضحة هو إيه البنيان ده؟ قال له لإن الإنسان كله بنيان الله ملعون من هدم بنيان الله يبقى إحنا بنكون جسد الواحد في نفس الوقت يشد بعضنا بعضا كالبنيان اللي هو إيه البنيان ده؟ اللي هو بنيان الله اللي هو الإنسان ما بين